اشتركوا في القناة اي قرآنية او مجموعة من ايات القرآنية ايات جميلة جدا النص بعنوان تبارك الله احسن الخالقين ايات وكأن الله سبحانه وتعالى يلفت الانظار وينبه ويوقظ العقول ان الله خالق كريم لا خالق غيره ولا رب سواء الله سبحانه وتعالى له في الكون علامات ودلائل وآيات توضح مدى قدرته وعظمته في الخلق وهذه الايات التي يلفت الله الانظار وينبه القلوب قبل العقول لها تستدع من الانسان تستدع منه ان يفهم وان يتأمل هذه الايات حتى يزداد ايمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى ويزداد يقينا بان الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وهو الرب المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وعز وجل تعالوا نقرأ الايات مع بعض ونعرف شرح الايات وربنا سبحانه وتعالى ماذا سبحانه وتعالى يريد ان يخبرنا به وان يعلمنا اياه في هذه الايات الايات بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعنابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى سمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون هذه الجميلة جدا وما اجمل ايات الله سبحانه وتعالى وما اعظمها وما ارقاها ايات زي بقولك كده ربنا سبحانه وتعالى يلفط نظر الناس جميعا مسلمهم وكافرهم الى ان الله له في الكون ايات وعلامات ودلائل توضح انه الخالق ولا خالق غيره ولا رب سواه اول ايه ربنا يقول ان الله فالق الحب والنوع لا الفلاح واحنا خد نص الفلاح هذا الانصر المهم الاساس الحيوي في المجتمع الذي لا يستطيع المجتمع ان يحيى بدونه بيرمي البزرة سواء نواة البلح لو جوه البلحة بيرميها نواة حاجة ميتة لا حياتة فيها ثم يبذرها في الارض ويرويها بالماء ويذهب لينام من الذي يفلق هذه الحب هذه النواة الصغيرة ويخرج منها نخلة باسقة عالية الارتفاع التي تخرج لنا البلح المختلف الاشكال والطعوم والالوان من القادر الله سبحانه وتعالى ايضا هذه الحبة الصغيرة اي بذرة الفلاح بيرميها بيرميها وسبا هذا دور الفلاح لكن الخالق هو سبحانه وتعالى الذي يشق هذه النواة وهذه الحبة ليخرج منها ما نأكله وما تسير به حياتنا فربنا يقول لهم تفكروا الفلاح بيرمي البذر لكن مش بيجي بالله ليفتحها ويطلع منها النخلة ويبدل يعليها يبذر البذور ويقوم بمعلاقه من دور ويذهب ويعود لينام اما الخالق وحكماته وقدراته اللي تخرج لنا ما نأكل وما به تستخر حياتنا ربنا يقول ليه تاني يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت النواة دي ميتة عندما توضع في الأرض تخرج منها نخلة باسقة أو الحبة التي تطلع منها شجرة كبيرة جدا هذا الزرع حي نبات أخضر حي خرج هذا الحي أخرج الله هذا الحي من هذا الميت والعكس البلحة طلعت نبات أخضر البلحة استوى كالناها هذه البلحة نبات حي تكلها بتاخد منها النواة ميت فأخرج الله أيضا الميتة من الحي ولا يستطيع فعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا في آخر الآية بيقول ذلكم الله فأنا تؤفكون كيف تصرفون كيف لا تنتبهون وتعقلون وتتأملون في ملكوت الله سبحانه وتعالى إزاي بتنصرفوا عن عبادة ربنا إزاي مش عارفين قدرة ربنا والله سبحانه وتعالى هو القادر المسحق للعبادة فالق الإصباح من أسود أو أسود ساعات الليل ساعة الفجر اللحظة التي تسبق ضوء النهار وكأن الله سبحانه وتعالى يفلق هذا الليل وظلمته ليخرج لنا النور نور الصباح حتى تستمر حياتنا فالق الإصباح كأن الليل شيء انفلق وخرج منه نور الصباح وجعل الليل سكن اللي ربنا جعله لكي ينام الناس ويرتحون يأخذون قصة من الراحة حتى يستطيعوا مواصلة الحياة والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم شمس والقمر كان زمان أوي بيستخدموها في الحساب حساب السنوات والأيام واليوم نفسه ده الصبح والدهر والعصر كانش فيه ساعات زمان فكانوا بيستخدموه للحساب الأقمار أو القمر والشمس بس أنا عايز في الآن دي بسرعة كده حاجة نصيحة لطلابنا ولكل الناس ربنا قال وجعل الليلة سكنة في ناس عكسة يومها يعني طول النهار نايم وطول الليل صاحب وعلميا وطبيا في بعض الهرمونات لا تفرز أو لا يفرز الجسد إلا ليلا في الظلامة طب أنت صاحب هرمونات بقى بتساعد النمو هرمونات بيستفيد منها الجسم الجسم في حاجة إليها ضرورية أنت صاحب منور النور قاعد على التليفون فترجع على التلفزيون بتلعب بلاي ستيشن بتعمل أي حاجة أنت كده عاكس يا ربنا عاكس الطبيعة بتاعتك اللي ربنا خلقك عليها منعتك بتقل عرضا للأمراض طول النهار نايم وفيه هرمونات أيضا بالنهار بتفرز المفترض تبقى صاحب وتتحرك أنت نايم فأنت ملغبط جسمك أنت مخلي جسمك مهنج مش عارف يعمل فيك إيه تقول أنا نايم طول النهار وايم مصدع وايم دايخ ومزغل ومش مراكز طبيعي لأن أنت أصلا حياتك متلغبطة حياتك معكوسة امشي طبع الكون اللي ربنا خلقه وزي ما ربنا عايزك كن كما أرادك الله تكون سعيدا في الدنيا والأخرة لكن أنت ما تنشيب بمزاجك ما تعكسش يومك مش طول الليل صاحي وتقول النهار نايم بتعكس الطبيعة دي بتتعب ومودك بيبقى متغير تركيزك أقل منعتك ضيعة عرضة للأمراض وإحنا في حاجة أن احنا نمشي زي ما ربنا عايزنا سبحانه وتعالى حتى في الكون اللي ربنا وضع له نظاما محكما وهو الذي جعل لكم النجوم اللي تحتدوا بها في ظلمات البري والبحري خدنا في درس اختراعات عربية العرب كان يسافروا كتير وكان من خلال النجوم يقدروا يحددوا الاتجاهات ربنا بيقول وهو الذي جعل لكم النجوم لي يا رب بتحتدوا بها في ظلمات البري والبحري وسط البحار ما فيش أي دليل على الاتجاهات إلا السماء النجوم هم عارفين كده مجموعات نجوم معينة لها اتجاهات معينة من خلالها كانوا بيقدروا يحدد اتجاهاتهم ويكملوا أسفارهم في ظلمات البري والبحري قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة سيدنا آدم فمستقر ومستودع من من يستقر في الحياة مستقر ومن من هو وديعة زي في الدنيا الإنسان يستقرون على وجه الدنيا ثم ينزلون القبور بعد الموت كوديعة فترة معينة ثم يبعثهم الله مرة أخرى للبعث والحساب على كل ما قدموا من أعمال قد فصلنا الآيات لقوم يبقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتة كل شيء لكن الفلاح عنده فدان أو أي حد عنده فدان زارع مثلا ربع الفدان فلفل مثلا حار حراء والربع الثاني مثلا فكهة حلوة المذاق والربع الثالث مثلا أي نوع من أنواع الخضار والنوع الرابع أي حاجة ربع هذا الفلاح عندما يسطي هذا الفدان لو زارع فيه أربع أنواع من المزروعات مختلفة الأشكال والطعوم والألوان هل هو بيجي يزرق بيروي كل أرض معينة كل جزء معين بمية مختلفة يعني بيجي يروي الفاكهة بمية فيها سكر عشان الفاكهة تطلع مسكرة بيروي الفلفل مثلا لو بيزرع فلفل حراء بيرويها أو بيروي الجزء ده بمية عليها شطة أبدا يروي الأرض كلها بماء واحد الله ينزل المطر هو ماء واحد في عناصره واحدة تركيبته الكيميائية واحدة لكن سبحانه من خلق وسبحانه المبدأ الخلاق ينزل هذا الماء الواحد في الشكل والتركيبة لكن يخرج الله به مختلف الألوان والثمار والفواكه ولا يستطيع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة جدا لو انتبع ليه الإنسان يزداد إيمانه بالله ويعلم أن الله وحده هو القادر على كل هذه الأشياء ولا يترك عبادة الله أبدا لأن الله الذي يستحق أن نعبده اللي هو منعيمنا في النعمة التي لا تعد ولا تقف ربنا قال فأخرجن به نباتة كل شيء فأخرجن منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا حب وفوق بعض زي العنب كده عنقود العنب كل العنب فوق بعض زي الرمان كي مصف الرمان مرصوص إزاي سبحانه من خلق ومن النخل من طلعها قنوان له العرجين عرجين البلح دانية قريبة يعني إنسان ممكن يأخذها ويأكل منها وجنات من أعناب والزيتون والرمان كل المزرعات دي كل الخيرات دي الذي أخرجها لنا هو الله ولو أمر الله الأرض بأن لا تخرج خيرها للإنسان ما أخرجت ولا مات الإنسان جوعاً ويورينا بقى الإنسان بحضارته والتكنولوجيا والأدوات الحديثة إزاي هيرمي البذرة وهو اللي إزاي يطلع علينا من الشجرة أو يرمي النواة بتاعة النخلة وإزاي هو بقى بالتكنولوجيا والحاجات دي يطلع النخلة الإنسان بيأخذ بالأسباب يزرع ويبذر ويحرص الأرض ويرويها ويسقيها وينظفها ويرشها بالمبيدات لكن دي نهايته دي قدرته أما الخلق والإبداع والإتقان هي لله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل والزيتون والرمانة مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره وينعه يعني ساعة النض ساعة ما الزرع بيستوي والنبات بيضط على الشغر أو على النخل بتاعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون خلي بالك كده معايا في الآية 97 فأخرها ربنا قال لقوم يعلمون 98 ربنا قال لقوم يفقهون آخر آية 99 ربنا قال لقوم يؤمنون يعلمون يفقهون يؤمنون هل ترتيب هذه الكلمات له سبب؟ أو طبعاً لا بيش كلمة في القرآن محطوطة غلط لا بيش كلمة في القرآن إلا في موضعها التمام وتوصل رسالة لكل الناس تعالوا مع بعض نعرف بعض المفردات ونعرف شرح كمان مع بعض ونعرف بعض مظاهر الجمال فالق يعني شاق بشق الشيء يعني الشيء يشقه يعني يفلقه ومقصود بها خالق تقفكون يعني تصرفون الإصباح يعني النهار الأضوء النهار يعني مستقر مكان الاستقرار مستودع مكان الوديعة وكلمتين دول حاجة اسمها اسم مكان خذها إن شاء الله ويطلعوا تلفاً فصلنا يعني بينا ووضحنا ينعيه يعني نضجه النضج الاستواء الشيء يعني الحب البذور والمفرد حبة سكناً يعني مسكناً والجمع أسكان يفقهون يعني يفهمون قنوان يعني عراجين والمفرد قن ودانية يعني قريبة وعكسها بعيدة جنات يعني حدائق والمفرد جنة آيات يعني علامات ودلائل طيب الشرح طبعاً إحنا شرحنا مع بعض نرى تاني بسرعة الشرح توضح الآيات قدرة الله سبحانه وتعالى فهو يشق الحبة والنوى ليخرج منه الزرع والشجر وهو سبحانه يخرج الحية من الميت كالزرع الحي من الحب الميت ويخرج الميت من الحي مثل النوى الذي يخرج من الزرع لأن شرحته لك الحي فهذه قدرة الله فكيف تجهلونها ولا تعترفون بها وهو سبحانه وتعالى يخرج ضوء النهار من ظلام الليل وجعل الليل للراحة والسكينة وجعل الشمس والقمر يسريان بنظام يسيران يعني بنظام وحساب دقيق لنعرف عدد السنين والحساب وهذا تقدير وتدبير الله وحده وكذلك جعل الله النجوم دليلاً للناس ليعرفوا من خلالها الطريق ليلاً وقد وضح الله هذه الآيات للناس ليعلموا قدرة الله سبحانه والله هو الذي خلق الناس جميعاً من نفس وحدة اللي هي من النفس الوحدة دي وهذه النفس الوحدة آدم عليه السلام فمنكم مستقر أو مستقر ومنكم مستودة وهذه آيات واضحة أمام الناس ليفهموها وهو سبحانه وتعالى أنزل المطر فأخرج به النباتة والثمارة والفواكه المختلفة وأخرج من النخل على ناقيد البلح وأخرج البساتين والحضائق من الأعناب والزيتون والرمان المتشابه في الشكل والمختلف في الطعم وكل ما سبق كل اللي فده دلائل على قدرة الله الواضحة التي تدعون إلى تعميق وزيادة الإيمان به طيب الجماليات إن الله فالق الحب والنواء أسلوب مؤكد بأن الحي من الميت والميت من الحي تضاد يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق فأنا تكون استفهام غرض التعجب والاستنكار إذا بعد الأدى كلها الناس بتنصارف عن عبادة الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح تصوير الإصباح بشيء يشق يعني يفلق يتشقن الصين جعل الليلة سكن بتصوير الليلة بالسكن جعل لكم النجوم أسلوب قصر غرضه التوكيد والتخصيص لأن أصلها جعل النجوم لكم فقدمنا الجار والمجرور لكم على المفعول به النجوم فده من أسليب القصر وغرضه دايما التوكيد والتخصيص كلمة لكم تدل على تكريم الله للإنسان كأن ربنا يقول لنا عملت الحاجات دي لكم أنتم يا بني آدم طيب لتحتدوا طبعا علاقاتها تعليل لما قبلها يعلمون ويفقهون فعل مضارع فعل مضارعا تفيد الاستمرار ماء نكرة للتعظيم فأخرجنا ألفاء للسرعة والفعل ده نتيجة لما قبلهم حبا وجنات نكرتان للتعظيم وكلمة جنات جمع للكسرة أي كلمة يقول لي جمع لي أقول له الكسرة انظروا أسلوب أمر غرضه الإلزام ده ربنا اللي بيقول فما قلش نصح عايزة قول نصح قول نصح وإلزام لكن لازم في الأمر من ربنا أمر الله وجوب وإلزام وهو دعوة إلى التأمل في ملكوت الله إن في ذلك لأيات اللي قوم يؤمنون أسلوب مؤكد بإن واللام أسلوب انت وكدي شو حبس إن واللام يعلمون يبقهون يؤمنون أيوة بص بقى ترتيب بديع بين الأفعال فالعلم يؤدي إلى الفهم وكلاهما العلم والفهم يؤديا إلى زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالترتيب ده ترتيب مأصول سن يعرف قدرة الله ويفهمها ويوقن بها والاتنين دول هيؤديا إلى أن الإنسان يزداد يقينه وإيمانه بالله ولا يترك عبادة الله أبدا لأنه الواحد المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وعز وجل أيات جميلة أوي لو كلمنا فيها لحد بكرة مشان نخلص لكن تعالوا مع بعض عشان نتمم الفائدة ونك نك من استفادة تعالوا مع بعض حبيب الطلاب نحل تدريب على النص مع بعض زي ما احنا متعودين على صبورة فضلوا معك طيب سهل بيقول لي هذه آيات من النص اللي احنا خدناه وهو الذي أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به نباتة كل شيء لحد آخر الآيات أول سهل بيقول لي هات في جمل من تعبيرك مضاد دانية ومفرد قنوان وجمع السماء هجاب لك أنا نحل مع بعض الكلمات دي أما الجمل انت خد بقى لجبل أنجبها وظفها في جملة تناسب هذه الكلمة مضاد دانية يعني إيه دانية الأول دانية يعني قريبة دانية قريبة فمضادها بعيدة مفرد قنوان قنو جمع السماء السماوات كلمات بقى دي خد كل كلمة وضعها في جملة تناسب معنى عندي سؤال التاني بيقول لي ما الغرض من الجمع بين مشتبها وغيرا متشابه انت تلاحظ ان الكلمتين عكس بعض عكس بعض يبقى على طول تضاد يوضح المعنى ويؤكده ممكن تقول كمان ويؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق النبات ممكن يبقى متشابه ممكن يبقى أرنفلفل أرنين فلفل زي بعض بالضبط واحد حراء ولعة والتاني ملوش أي طعم اللي قدر على كده ربنا سبحانه وتعالى سؤال التالي بيقول لي استخرج من الآية الكريمة اسلوبا مؤكدا بأداتين يعني اسلوب مؤكد بس أداتين توكيد فيه ايه بقى طبعا شوطار تقول لي يا مستر إيه إن في ذلكم لآيات اللي قوم من يؤمنون فين أدات أين أدات التوكيد إن واللان في كلمة لآيات دول وسيلة توكيد طيب سؤال التاني بقى الآيات دي مع بعض كده عشان نعمل التكامل بين اللغة العربية نختار لك أنا بعض الكلمات وتعالوا مع بعض حبيبنا الطلاب نعلمهم كده مع بعض ويريد برضو إيه تساعدونا في الإعراض كالعادة أول كلمة وهو الذي أنزل من السماء ماء أنزل فعل ماضم من الذي أنزل الله سبحانه وتعالى أنزل هو أنزل إيه أنا أقول لك قبل كده لما يجيلك بعد أي فعل جره مجرور شيله يعني شيل من وشيل السماء شيل الجره المجرور يبقى الاهتباع إيه وهو الذي أنزل ماء من الذي أنزل هو أنزل إيه ماء يبقى الإجابة الله ينور عليك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح مفعول به منصوب أنا أختصر بس وقت بإيه بالفتح بس أنت تكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح كلمة الثانية متراكبا فين متراكبا في أول سطر كلمة قبل الآخر فأخرجنا به نباتة كل شيء لحد إيه نخرج منه حبا متراكبا عايز أعرف كلمة متراكبا حدد كلمة اسم ونكرة متراكبا اسم آه ونكرة آه خلاص سيبها قبلها كلمة إيه كلمة حبا حبا اسم تمام ونكرة أي اسمين وراء بعض زي بعض التانية نعت نكرة أو نكرة التانية نعت معرفة ومعرفة التانية نعت بس لازم الكلمة التانية تكون بتوصف الأولى هي متراكبا بتوصف الحب آه حب فوق بعضه يعني كده يبقى نعت ونعت ما له حبا مفعول به يبقى متراكبا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتح يبقى كلمة متراكبا نعت منصوب هكتب برضو اختصارا إيه بالفتح طيب قنوان آه ركزوا بكلمة قنوان ومن النخل من طلعها قنوان تعرف ايه قنوان أنا عندي بحد حبا متراكبا وانتهت الجملة دي جملة جديدة ومن النخل من طلعها قنوان الجملة هنا من أول ومن من حرف جر النخل اسمه جرور ده شبه جملة هنا وقدرش أقولي الجملة دي اسمية لأنها مش بادر اسم كذلك ما قدرش أقول فعلية لأنها مش بادر فعل إذا بدأ الكلام بشبه جملة ظرفه ومضاف إليه أو اسمه جرور أو حرف جر اسمه جرور اعرف إن النسبة كبيرة جدا 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 الجملة دي فيها تقديم وتأخير بنأخر المبتدأ وبنقدم الخبر فهيه بتقول لي ايه ومن النخل من طلعها قنوان دانية فما أنا ممكن أقول قنوان دانية من النخل مش القنوان دي العراجين بتاعتبال هي طالعة من النخل يعني قنوان دي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعيه الضمة يبقى قنوان مبتدأ ولازم تكتب كلمة مؤخر لأنه مش موجود مكانه مش موجود في ترتيبه الطبيعي يعني مؤخر مرفوع وعلامة رفعيه الضمة طيب وجنات من أعناب والزيتونة والرمانة مشتبها وغير متشابه خدها كده قاعدة أي اسم يأتي بعد غير أو سوى وكل وجميع ومعه فيه كلمات كتير جدا بس صغير وسوى بيبقى دايما مضاف إليه والمضاف إليه مجرور دائما يبقى كلمة متشابه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر طيبوا معايا حبيبنا إيه وما تكسلوش مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر طيب انظروا انظروا فعل آه فعل ماضي ولا مدارع والأمر فعل أمر وانت شاطر وأشتر مني وعارف لما بقول فعل أمر تكتب لأربع كلمات دول فعل أمر مبني على فعل والماضي برضو فعل ماضي مبني على طيب فعل أبقى اكتب معاه كده بسرعة فعل أمر مبني على وإحنا بقى افتكر معايا اوعى تنسى أي معلومة نحو النحو والفرع الوحيد اللي متنسونه الفعل الأمر إذا اتصل بيه وهو الجماعة يألف الإسنين يألم خطبة المؤنسة يبنى على حز في النون يبقى ده مبني على إيه حز في النون آخر كلمة في الإعراب إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات بص أدي إن حرف ناسب إيه اللي جي بعدها جي بعدها شبه جملة ما تقدرش تقول لي في ذلكم اسم إن ده شبه جملة ما لقعاز تقول لي يا مستر اسم إن ده المؤخر ده أصل الآية إن آيات في ذلكم يبقى لآيات اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه منصوب بإيه سننا يا مستر وهم يقولوا لك الشطار طبعا آيات جمع مؤنس سالم تبقى منصوب أيوة من راحة كده الله ينور عليكم بالكسرة ما تجيش بقى تقول لي ما تجيش ضايع بقى إيجابتك على آخر كلمة بإسم إن آسف هتكتب بقى برضو مؤخر تكتب هنا كده منصوب وعلامة نصبه على الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم دي كانت أسئلة وتطبيق على النص بتاعنا تعالوا مع بعض زي ما أنتم نكمل حلقتنا ودرسنا النهاردة إن شاء الله طيب نص جميل قوي الكلام فيه لا ينتهي لكن يجب أن ننهي الكلام شكرا لكم حبيبنا الطلاب يا رب تكونوا استفدتم وساعدتوا بكم في هذا اللقاء وألقاكم على خير دائما وأبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم